مع كلمة زعيم التيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين أصحاب الفخامة والدولة والسيادة والمعالي والسعادة أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة السادة والسيدات الأفاضل السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته في الأول من رجب يوم الشهيد العراقي يُحيي العراقيون ذكرى شخصيةٍ وطنيةٍ خالدةٍ في ذاكرة والوجدان لها من التاريخ الجهادي والوطني ما خبرته البرار والأهوار والسهول والجبال في وطننا الحبيب وهي الذكرى العشرون لاستشهاد شهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باكر الحكيم قُدِّس سرُّه الشريف وحينما نستذكر هذه الشخصية الفذَّة في جهادها وفي دفاعها عن حقوق العراقيين فإنما نستذكر معها تلك المواقف الصعبة والاستثنائية التي مرَّ بها العراق لسنواتٍ طوال من المعاناة والحرمان والظلم والتغييب وكيف استطاع العراق أن ينتقل من عهد الدكتاتورية والاستبداد إلى عهد الديمقراطية وتوحيد الصف الوطني إن الأمم التي تعتزُّ برجالها وتاريخ أبطالها وتقفُ عند محطات التأريخ متأمِّلةً بأحداثها ومسارات المواقف فيها لهي من الأمم التي تُنشِئ أجيالها على العزيمة والتماسُك والوحدة والإرادة وتجعلُهم فخورين بتاريخهم ورجالهم واثقين بمُستقبل بلدهم وبمُقوِّمات النجاح فيه إن من عاصر شهيد المحراب قدس سرُّه وسمع عنه وعن مواقفه الوطنية الخالدة لا بد أن يتوقَّف طويلاً عند منهج الوحدة الوطنية التي رسَّخها هذا الشهيد الفذ في سلوكه السياسي ونضاله الجهاد ونظرته الثاقبة هذه الوحدة التي تمثِّل صمام الأمان الحقيقي في حفظ بلدنا واستقراره وتماسُك مجتمعنا وصون كرامة شعبنا لقد كان رضوانُ الله تعالى عليه حريصًا على ترسيخ منهج الوحدة الوطنية والاعتدال في المواقف السياسية واعتماد الوسطية دليلاً في مواجهة المسارات الحريجة لم يتوانَ يوماً في نُصرة المظلومين وفي الدفاع عن حقوق جميع المكونات العراقية والاعتزاز بهويتهم الفرعية التي يراها امتدادًا حقيقيًا لهويتهم الوطنية الجامعة فسلامُ الله على روحه الخالدة وألحقَنا الله به ومن معه في ركب الصالحين الثابتين المُخلِصين لوطنهم وشعبهم السادة والسيدات الأكارم لقد شهدنا مع اللحظاتٍ حاسمةً وحريجة في مسار العملية السياسية طيلة عقدين من الزمن وهذه العشرون عامًا من الحراك السياسي المُتَّصِل وعلى مدى خمسة دوراتٍ برلمانية كفيلةٌ باستخلاص التجارُب وتحديد مواطن الضعف ومواطن القوة وتحديد محطات التهديد والفُرص في العمل السياسي وإن وعي شعبنا وإصراره في كل عمليةٍ انتخابية على إحداث التغيير والتجديد في تداول السلطة وإدارتها سلميًا لهي مدعاتٌ إلى تثبيت قواعد آمنة في السلوك السياسي المُلائم لبيئتنا العراقية وواقعنا المُجتمعي وظروفنا المُركَّبة ومن أهم هذه القواعد هو معرفة التحديات وتشخيصها والتعامل معها بروح المسؤولية الوطنية التي تجعل كلًّا منا مسؤولًا من موقعه تجاه تنفيذ الالتزامات التي فرضتها طبيعة تلك التحديات وما تقتضيه من معالجات فلا يمكن إحداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب ومواجهة العقبات والقيود من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجًا في العمل السياسي ومسارًا في توحيد الجهود ولا يمكن لأي حكومةٍ تنفيذيةٍ أن تعمل من دون إسنادٍ سياسيٍّ وبرلمانيٍّ فاعلٍ ومؤثر ولا يمكن أيضًا لأي سلطةٍ تشريعيةٍ أن تراقب وتصحِّح من دون تفاعلٍ وتعاونٍ حكوميٍ متزٍ جميعُنا في مركبٍ واحد وجميعُنا ستُقيمُه أقلامُ التاريخ ودفاتِرُ الوطن وإذا لم نتوحَّد في مواجهة التحديات فلن يصمِد نظامُنا السياسي طويلاً وسيتعرَّضُ إلى هزَّاتٍ أعنف بما تعرَّض له طيلةَ العشرين عامًا الماضية اسمحوا لي أن ألخِّص هذه التحديات بالآتي أولاً التحدي السياسي إنما يُميِّز الدساتير والأنظمة السياسية في العالم هو درجةُ تفاعلها وقدرتُها على إحداث التغيير الملموس لدى الشعوب وفي حياة المواطنين وكلما تحلَّ النظام السياسي بمرونة التغيير كلما أصبح الاستقرار السياسي أكثر ثباتًا وتماسُكًا وكلما كانت الدساتير والقوانين قريبةً من واقع المجتمع السياسي الذي تحكمه كلما زاد التزام المواطنين تجاه القوانين واللوائح الوطنية ونحن نعلمُ جيدًا أن مرحلة كتابة الدُّستور مرَّت بظروفٍ استثنائية أحاطتها الهواجس المُتراكمة طيلة سنوات الاستبداد والديكتاتورية والتهميش والإلغاء الآخر وكان لذلك أثرٌ واضح في طبيعة بعض المواد الدُّستورية وفي ظل التجربة السياسية وما آلت إليه الأمور من نُّضجٍ سياسي وتراكمٍ في تجارُب المسار الديموقراطي أصبح التفكير بإعادة النظر في بعض المواد الدُّستورية أمراً جديًّا وضروريًا ولا بد من التوقُّف عنده لا سيما وبلدنا يعاني من بعض المشاكل البنيوية بين فوائله السياسية التي أصبحت مدخلاً للخلاف والتناحر فاللُّجوء المستمرُّ إلى تفسير بعض المواد الدُّستورية مع كل دورةٍ انتخابيةٍ ومرحلةٍ سياسية قد أوجد التزامًاً آخر يُضافُ إلى الالتزام بعلوية الدُّستور وهو من الأمور التي تُسبِّب إضعاف الثقة والمصداقية بين الفُرقاء والشُركاء على حدٍ سواء فما زلنا نفتقِرُ إلى نظامٍ انتخابيٍ عادلٍ ومُوحَّد غير خاضعٍ لأمزِجة الرياح السياسية وتقلُّباتها وما زلنا نفتقِرُ إلى حسم آليات العلاقة الاتحادية والفيدرالية وتطبيقاتها العملية بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان ولا يُمكِن القبولُ بجعلها في مهبِّ التصفيات والتدخلات الخارجية وما زلنا نفتقِرُ إلى وجود عقيدةٍ عسكريةٍ مُوحَّدة وإن كانت متنوعةً في مفاصيها الأمنية لابُدَّ من مُغادرة لُغة التشكيك في ولاءات مُؤسساتنا العسكرية والأمنية ويجبُ أن ننشغِلَ في تطويرٍ واحترافية هذا التنوُّع وإدارته بفلسفةٍ وطنيةٍ خالِصة وما زلنا نفتقِرُ إلى سياسة ردمِ الهوَّة وفجوة الثِّقة بين الحكومة والشعب ولنعترف بأننا لم ننجح في توليد ثقافة البناء والمسؤولية المُشتركة بين المواطن والحكومة بالقدر الذي نتمناه فهناك من المشاكل والتحديات الكثيرة ما يحتاجُ إلى مُصارحةٍ حكوميةٍ مع الشعب لإشراكه في الحلول والمُعالجات ثانياً التحدي الاقتصادي لا يخفى على أحدٍ عُمُق التحديات الاقتصادية التي لا تقتصر على العراق فحسب بل إنها تشملُ المنطق والعالم بأسره لكن ما يُميِّزُ غيرنا هو استعدادُهم المُسبق لتجاوز الأزمة والذهاب نحو حلولٍ جذرية تجعلُ من الأزمات الاقتصادية حلولًا وفرصًا جديدة إنما يُميِّزُ أزمتنا الاقتصادية هو أن حلولها داخليةً بالدرجة الأساس وليست خارجية ولا نحتاجُ إلى تعاونٍ أو تدخُلٍ خارجيٍ كبير لحلِّها فكلُّ ما نحتاجُه هو تشخيصٌ دقيق لأولويات المُعالجة والإصرار والصبر على تحقيق الأهداف المرجوة لدينا اقتصادٌ ريئيٌّ يعتمدُ بالأساس على النفط ولدينا زيادةٌ سُكانيةٌ كبيرة ولدينا نخصٌ كبير في البنى التحتية الاستثمارية ولدينا ضعفٌ في الأنظمة المصرفية وما زلنا نُعاني من ضعف الإجراءات الكفيلَ بحماية المُنتج الوطني وتطويره والوصول به إلى مُسَّوى الاكتفاء الذاتي محليًّا على أقل التقادير لا تنقُصُنا الخِبرات ولا العقولُ البشرية ولا الموادُّ الأولية في النهوض بالزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار كلُّ ما نحتاجُه هو التخطيطُ المدروس والاهتمامُ بالعلم والمعرفة والتقنيات الحديثة بوصفها شروطًا أساسيةً في تطوير البلد والتراكمية في البناء وفي إكمال المسارات ليس من الصحيح أن نبدأ من الصفر كلما تشكلت حكومةٌ جديدة وليس من الصحيح أن تنشغل الحكومة بالإجراءات الوقتية مهما كانت ضرورية على حساب المشاريع الاستراتيجية التي تشترك في إنجازها الحكومات المتعاقبة لتركِّز كلُّ حكومةٍ على مجالٍ مُحدَّد ذي أولويةٍ قُصوى تُنجِزَه خلال دورتها التنفيذية وتُهيِّئُ في الوقت ذاته البُنِّيَ السليمة والمراحل المُتعاقبة للمشاريع الكبيرة الأخرى بتلك الفلسفة نستطيعُ أن نُنجِز ونستطيعُ أن نُواجِهَ الأزمات بروح المسؤولية المُشتركة ثالثًا، التحدي الاجتماعي إن عملية بناء بلدنا وتطويره لابدَّ أن تُراعي جميع الجوانب وجميع المُستويات فلا يُمكنُ أن نتحدَّث عن بناءٍ وتطويرٍ سياسيٍّ من دون أن يُصاحِبَ ذلك تطويرٌ في البُنَى الاجتماعية والثقافية فالمواطنة هي مزيجٌ تفاعُليٌ بين الحقوق والواجبات وهما أمران لا يُمكن معرفتهما من دون وعيٍّ ونُذجٍ ثقافيٍ واجتماعي لقد تعرَّض مُجتمعُنا وما زال يتعرَّضُ إلى تشويشٍ ثقافيٍ دخيلٍ ومقصود ينزِعُ إلى ضرب البُنِّية المُجتمعية ويستهدِفُ نسيجَ الأسرة العراقية بشكلٍ خاص فأزمة المُخدِّرات والعُنف الأُسري والجرائم المُنظَّمة والسلوكيات الفاضِحة خارج القانون والقيم المُتعارفة بات الظواهر مُستفحِلة في حاضرنا المُجتمعي للأسف الكبير نحن بحاجةٍ إلى ثورةٍ اجتماعيةٍ كبيرةٍ ومُتثِقة بين الحكومة وبين الشعب وبين جميع المُؤسسات التربوية والإعلامية والمُجتمعية نحتاجُ إلى استيراتيجيةٍ واضحةٍ المعالم والأهداف والتوقيتات لإحداث نقلةٍ مُجتمعيةٍ وثقافية تتناسبُ مع هدف الإصلاح والتطوير الذي نرتضيه لنظامنا السياسي والمُجتمع في العراق وهو ما يحتاجُ إلى تركيزٍ حكوميٍ وبرلماني في تطوير البُنية التعليمية والتربوية في البلاد لدينا جيلٌ سياسيٌ ولد مع اليوم الأول للتغيير في العراق عام 2003 وعلينا أن نسأل أنفسنا جميعًا هل انتبهنا جيِّدًا لما يتطلَّبُه هذا الجيل ولطريقة تفكيره ولما يُحصِّنه من تشويش الدُخَلاء وأعداء البلد حمى الله العراق وشعبه وشبابه وتحية إجلالٍ وإكبارٍ لمرجعيتنا العليا مُتمثلةً بالإمام السيستاني دام ظله الوارف والرحمة والخلود لشهدائنا ولسيَّم الشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وعزيز العراق وقادة الانتصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته